السؤال أيضاً دكتور عزام الخطير هو كيف استطاعت إسرائيل فعلياً أن تحقق هذا الاختراق في المنطقة الخليجية يعني بالطبع لا يخفي يعني على أحد أو غير خافي على أحد أن بعض الدول الخليجية هي منطقة نفوذ أمريكية هل دخلت لهذه الدول عبر البوابة الأمريكية يعني كيف استطاعت أن تخترق عندما تتحدث عن السعودية الإمارات البحرين هذه المجاهرة علنية مع العدو الإسرائيلي كيف استطاعت أن تحقق ذلك تقديري أن ذلك كله مرتبط بالثورة المضادة إسرائيل وهذه الأنظمة العربية وجد أن الثورات العربية التي انطلقت في نهاية 2010 و في نهاية 2011 شكلت خطراً وجودياً عليهما جميعاً تصور أنت لو نجحت الثورات العربية لو استمر الحكم الديمقراطي في مصر وتحولت سوريا إلى دولة ديمقراطية وليبيا إلى دولة ديمقراطية وتونس واليمن المنطقة كلها ستتغير تغير شكل المنطقة والحكم من الذي خاف من ذلك؟ الإسرائيليون لأن الشعوب العربية لا تقبل بإسرائيل والأنظمة العربية المستبدة مفروضة على الشعوب وحتى في صلحها مع الإسرائيليين هي تفرض هذا الصلح فرضاً على الشعوب في نفس الوقت السعودية والإمارات خشيت على أنظمة حكمها فوجدت أن تحالفها مع الصهاينة هو الطريق الوحيد لضمان وجودها أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن ما نشهده الآن هو من تداعيات الثورة المضادة لكن هذه الثورة المضادة في طريقها إلى الفشل وعاجلاً وآجلاً كما ذكرت آنفاً سينفجر هذا البركان من جديد ترجمة نانسي قنقر